طبعا أنا دلوقتي لو أنا عندي بنت وعلى وش جواز أو أنا لسه أو دلوقتي بتشوفنا ست لسه متجوزة يعني لسه سنقولها جواز ننصحها بإيه كده نديها تابس إن هي ما تبقاش مثالية قوي وفي نفس الوقت تبقى زوجة كويسة يعني تعمل إيه وما تعملش إيه يعني إيه الحاجات الصحة اللي تعملها وإيه الحاجات إيه وعي تعملي كذا طيب إحنا نتفق مع الاتنين من الأول خالص حياتكو الزوجية أنت اتفقتها الدورها إزاي ما اتفقناش هي بتمشي كده بالبركة بتمشي كده فيش حد بيتفق أصلا على الحاجة أحبيتك يلا نتجوز مفيش بالبركة يلا نتفق بعد كده ونشوف بالظبط هي الفكرة كلها إن إحنا كل واحد فينا بيشوف هو كان هدفه إيه من الجواز أو هو توقعاته إيه من الزوجة اللي موجودة معاه ولازم هنا بنستخدم الزكاء العاطفي يعني تتفهمي الشخص ده إن طبعاته أو كان متوقع إيه من الجواز بدأ ياخد باله من الحاجات دي كلها طب هو في حاجات بالنسبة لي أكسبتت وفي حاجات مرفوضة بالنسبة لي مش هعرف أعملها الحاجات دي احنا بننور عليها يعني فيه إنت محتاج كذا أو إنت شايف إن فيه كذا اديني وقت حل المشكلة دي أو المشكلة دي مش هعرف أتعامل معها فبلاش يبقى فيها نقطة تانية حاجة نقطة تانية يعني قصة إيه لما يبقى عندك حاجة مدايقة منه أو أي حاجة لازم نختار التوقيت الصحة اللي نتكلم فيه في المشاكل بمعنى أنا عندي حاجات ما جيش بقى في لحظة في موقف أهم جمع كل اللي فات وارجع أجيبه وقول دي حصل كذا وكذا وكذا طيب أعمل حساب إن الشخص اللي قدامي ده زي ما حضرك قلت كده إحنا دخلنا فأصلا كل اللي حصل في الخطوط أو في التعارف كان على حاجات إحنا كل واحد فينا بيقدم للتاني أحلم فيه أحلم فيه أو توقعات وأنت نفسك في كذا فأنا هعمل كذا فزي ما حضرك قلت من شوية كل واحد فينا لابس قناع أو بيمثل للتاني على الحاجات اللي أعمل يجي بقى في الحياة الزوجية بيلاقي الدنيا غير كده أعمل حساب إن إحنا هنمر بمرحلة فيها اختلافات المرحلة دي لازم نبقى فاهمين إنها تاخد وقتها بس كل ما أخلصها بدري وأحط رولز وقواعد للحياة الزوجية بدري هتستقر لكن إحنا لما بنمش كده بشكل عشوائي بتبقى الدنيا ما فيش يعني دكتور شفت أم تدي تابسل بنتها كان فيديو حلو قوي عجبني قوي بتقولها أول حاجة متعمليش حاجة لوحدك شوف بقى يعني ما هي ما إحنا بنكلم على المثالية ما هي الأم دي عاشت تجربة المثالية وفي الآخر تعبت ومرضت فأول حاجة أيتلها لما تتجوزي لو راحها للدكتور لازم جوزك معاك يعني أنا أقول لك حاجات أقولي ما فود ده صح ولا غلا طب إفريدي هو بيشتغل ومشقول لا تعودي لغاية ما يفضأ وياخدك معايا ووديك للدكتور لازم يشاركك لحظات أن أنت قاعد وممتظر معاك بالساعتين ثلاثة زي ما أنت قاعدة والدكتور ويشيل همك طيب هي معاها فلوس لا ما تضحيش أن أنت تجيب الحاجة الأول سيبيه هو يعيش رجلته وأنه هو اللي يصرف وأنه هو اللي يشيل البيت في مقابل أن في بنات بتبقى بالعكس عادي أنا عايز أجيب حاجة لبيتي وعايز ألبس وعايز أنزل مفشي لا حتى لو الكوفير لازم تأخذي فلوس الحاجة دي منه هو حتى لو في جيبك فلوس لأ ما تصرفيش فالبنت اللي هو تبقى بقى بخيلة ولا أصرف طب يعني إيه كل حاجة طب أنا أتكسف أطلب منه طيب تعرف أن في بنات لغاية دلوقتي لما تتجاوز تتكسف تطلب المصروف وفي رجالة بقى بتعيش على الموضوع ده بقى خلاص يعني لا هو لازم زي ما حضرتك قلت كده ده بيت ومؤسسة بتتفتح جديدة فلازم بقى لها قواعد الاتنين بس أنا عادة بنصح أن محدش يطبق نصيحه على حد تاني يعني أنا ما بحبش أن حد يقولي اعمل واحد اتنين تلاتة كما يقوليه لأن احنا بنؤكد على فكرة أن الزواج طول الوقت هو خبرة منفردة ليه؟ ممكن الحاجات اللي أنا بعملها في البداية ما فيش بس هالفكرة كلها إيه؟ ما بقاش بعمل بسزاجة يعني لازم في الأول خالص إلا أنا ما قادرتش أفهمه في الخطوبة كويس وقدامنا فترة لازم ناخد فترة كويسة نقدر نتعرف على بعض ونحط رولز الموضوع أفهم طبيعة الشخص كده هل هي ظروفه الحياتية أو الاقتصادية أو المادية هي اللي فرض عليه أنه يبقى عنده خسور في بعض الحاجات أنه يبقى عنده خسور مثلا في الوقت أنه يبقى موجود معايا ما زي ما حضرك يقولي لا لازم يجي معاك للدكتور طب فرضا أن ده يتعرض مع طبيعة شغله وهيتصل بك بالتليفون أو هيتابعك أو هيسأل عليك أو في حد متوفر تاني يجي معاك فرضا أن الموضوع مش إرجنت مش حاجة ضرورية تتطلب وجوده وممكن أي حد بديل يبقى موجود معاه يعني يكون فيه قدر من المرونة يسمح أن الحياة تمشي بشكل بسيط من غير ما نحط صدمات ليه؟ لأنها يبتدى حط واحد اتنين ثلاثة لكن إحنا ممكن في السكة ممكن الزوج والزوج يبتدوا يتعودوا على حاجات هما اللي اتنين يبقى فيها شيرينج زي ما حضركي بتقولي كده إن مهم جدا إن إحنا نشارك بعض يعني الزوج حلام إحنا ساعات في العلاج الزواجي كنت أنصحهم بكده إنت شايفها ما بتعملش حاجة طب تعال نعكس الأدوار إنت هتاخد الدور بتاعها يوم كامل وتمام وهي هتاخد الدور بتاعك يوم كامل كل واحد فيك بيعمل اللي الثاني بيعمله أقطعت دي الرعي إن ما فيه ولا راجل وافق على اللي أنت بتقوله طيب هنقول لها الحاجة تانية يمشي وراها بنوتا ويكتب اللي بيحصل هيخاف يعني من أول يوم من حد آخر يوم هيقول لك مليش دعوة على طول يقول لك مليش دعوة هو عارف المسؤولين هي عاملها بالضبط